بعد فترة كده بعد كم ساعة كده لما بتوع تجمع تقول سبحان الله بالأمس كانت جنازة شيمون بيراز رئيس الإسرائيلي الأسبق طبعا الجنازة دي شارك فيها حوالي 90 وفد تقريبا من 70 دولة في مقدمتهم أكيد كان الرئيس الأمريكي باراك أوباما والمشهد كان متوقع ومعروف قبل كده أنا الحقيقة في جنازة شيمون بيراز بيراز هتكلم عن 3 صور تعليقي على جنازة أو على وفاة شيمون بيراز هيدفعني للتعليق أو للحديث عن 3 صور فقط لا غير الصورة الأولى هي صورة مشاركة وزير الخارجية المصري سيد سامح شكري حقيقة صرف النظر بقى برضو عن الكلام اللي ما حيبش أعلق عليه كتير وأصله كان مددى قوي ومش مددى قوي أنا الحقيقة بشوف أنه تفرجنا على كل الصور الخاصة والتي تم التقاتها للسيد سامح شكري الحقيقة أنه كان ونعمة ديبلوماسي كان معتدلا جدا واحد راح يحضر جنازة لا كان مبتسم وسعيد ولا كان متشحتف من العياط راجل معتدل ديبلوماسي سياسي محنك يعرف كيف يسلم يمد يده بالسلام كيف يتعامل وبالتالي الصورة كانت في منتهى الاعتدال وطبيع يا جماعة شئنا أمقى بين أغلب المصريين إن ما كناش كلنا كمصريين باختلاف كل أفكارنا وبتالي ضد التطبيع واللي في القلب في القلب ومش حننسى لإسرائيل أي حاجة في الدنيا شئنا أمقى بين في النهاية هناك اتفاقية هناك معاهدة سلام معاهدة السلام دي بتتطلب بروتوكولات معينة إنه في مثل هذه الحوادث يكون فيه وفود تقدم الواجبات فبالتالي دي ما فيهاش كلام فكرة إنه مشاركة سيد سامح شكري دي ما فيهاش كلام ده بروتوكول معاهدة يعني ديبلوماسية فهي مش دي الفكرة والراجل الحقيقة إنه كان معتدل جدا زي ما قلنا الصورة التانية اللي هعلق عليها كانت صورة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن الحقيقة إنه كمان مش هعلق عن الصورة بتفصيل لإنه الصورة مؤلمة جدا خليني بس أقول في البداية إنه لا نقلل من شأن الرئيس الفلسطيني أبو مازن لا نقلل أبدا من وطنيته ولا نشكك أبدا في قضيات إيمانه بالقضية الفلسطينية وحق الشعب الفلسطيني وواواوا بس الحقيقة إنه بعيد ده عن الكلام الدبلوماسي اللي أنا بقوله ده يصعب عليك أوي كعربي إنك تشوف اللقطة زي يصعب عليك أوي كعربي إنك تشوف الرئيس الفلسطيني يبكي بحرقة يبكي ألما وحصرة على وفاة الرئيس الإسرائيلي صعبة جدا الحقيقة ولا تعليق آخر على هذه الصورة الحاجة هنا طبعا كان بيحتضن ابنة الرئيس شيمون باريس وبيقدم لها يعني واجب العزاء طيب مش هعلق أكتر من كده على الصورة ولكن الصورة دي الحقيقة صورة دي تحديدا بجنازة شيمون باريس بقى كلها على بعضها تدفعنا جدا إن إحنا نفكر ونقول يا سبحان الله هو مبارح كان إيه يا جماعة كان 30 سبتمبر عارفين 30 سبتمبر ده بيوافق إيه 30 سبتمبر يوافق الذكرى السبتاشر على استشهاد ضرة الأطفال العرب الطفل الفلسطيني محمد الضرة 16 سنة يعدوا 50 سنة يعدوا قدم ربنا يدينا في عمرنا عمرنا ما ينفع ننسى شكل محمد الضرة محمد الضرة اللي كان والده بيستغيث وبيرفع إيديه لفوق وبيكلم العضو الإسرائيلي بيقول لهم أنا أعزل أنا أعزل ابني معايا وبرضو انطلقت نيران الغدر والدم والقتل من الجانب الإسرائيلي على الطفل محمد الضرة ليلفذ أنفاسه ويستشهد في حضن أبيه 30 سبتمبر هو ذلك اليوم التي ماتت فيه الطفولة العربية ماتت فيه الطفولة العربية ده 30 سبتمبر اليوم اللي العالم كله راح يبكي ولي الرئيس الفلسطيني أبو مازن كان بيبكي فيه على وفاة شيمون باريس عندنا مجموعة كمان من الأخير